موسيقى 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 أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام في حلقة لكشك الصحافة نستعرض فيه أبرز ما اهتمت به الصحافة اليمنية والعربية من تطورات للأوضاع في اليمن نبدأ سوياً الجولة للصحافة اليمنية من موقع الموقع جاء فيه هجوم عنيف للجيش الوطني على مواقع الميليشيا بنهم والمدفعية تدكم مواقعها بنقيل بن غيلان عنوان الموقع أيضاً خلاف حاد بين الميليشيا وحراسة السجن المركزي في العاصمة صنعة محافظة مأرب عشرون قتيلاً من الحوثيين بقصف لطيران التحالف على مواقعهم بسرواح والمشقح وهيلان من العنوان التي جاءت تفاصيل خبر مداهمة الميليشيا لمنازل مواطنين في إب ويقول الموقع في التفاصيل أفادت مصادر محلية بمنطقة العر بعزلة بني الفخر في مدرية حزم العدين غرب محافظة إب أن ميليشيا الحوثي وصالح داهمت المنطقة وأضافت المصادر لموقع الموقع أن الميليشيا قامت باختطاف عدد من أبناء المنطقة الذين رفضوا دفع إتوات مالية لها المصادر أكدت أن الميليشيا اختطفت عدداً من شباب المنطقة بينهم إبراهيم محصن الحاج وعبد الله محمد مبخوت وقامت بسجنهم في مسجد الكدادة الذي تتخذه معتقلاً لها وطلبت من أسر المختطفين مبالغ مالية كفدية لمقابل إطلاقهم بعد أن ألسقت بهم عدداً من التهم كدعم للمقاومة وأنهم دواعش وما تزال تفاوض لإطلاقهم مقابل الفدية المالية نتحول إلى موقع نيوز يامن والذي بدأ بعنوان عن التطورات السياسية السعودية تنفي وجود هدنة غير معلنة باليمن ومساعي دولية لاستئناف مباحثات السلام تعز وقفة احتجاجية لمطالبة الرئيس هادي وحكومة بحاح الوفاء بوعودهم تجاه تعز عنوان الموقع أيضاً مجلس شباب الثورة يدعو الأجهزة الأمنية في عدداً إلى مكافحة الإرهاب المسلح التطورات السياسية أيضاً ركز عليها الموقع في لقاء وزراء خارجية أمريكا وروسيا والمباحثات بشأن اليمن جاء في التفاصيل اتفق وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف ونظيره الأمريكي جون كيري على مواصلة التعاون بشأن القضايا اليمنية مع جميع الأطراف المعنية أفاد بيان لوزارة الخارجية الروسية واصل الوزيران مناقشة الصراع الدائر في اليمن معربان عن قلقهما من العواقب الإنسانية الوخيمة أضاف البيان وتم الاتفاق على مواصلة التعاون مع جميع الأطراف المعنية ومع المبعوث الأممي الخاص بشأن اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل البحث عن تسوية سلمية من خلال الحوار السياسي وناقش كيري ولفروف جدول الاتصالات السياسية في القريب العاجل فاجعة عدن كان هذا عنوان لمقال نشره موقع نيوزيمن للكاتب صادق ناشر تحدث عن الحادثة الأخيرة التي شهدتها مدينة عدن وعن الهجوم على دار المسنين يقول الكاتب ما حدث في مدينة عدن من جريمة مروعة بحق عدد من المسنين الذين تحتويهم دار العاجزة أمر مخيف ومرعب فالغزوة التي نفذها أربعة أشخاص من المحسوبين على المتشددين أزهقت أرواح أناس أبرياء كانوا بحاجة إلى مساعدة ورفق بهم للإقدام على قتلهم العملية شملت كذلك قتل ممرضات هنديات كنا يقمن برعاية المسنين منذ عدة سنوات حيث قامت العناصر المهاجمة باعتقال عدد منهن ومن ثم التخلص منهن بدم بارد وهم بذلك يسددون ضربة قوية لسلمية أبناء عدن الذين يرفضون مثل هذه العمليات الإرهابية التي تزايدت في الفترة الأخيرة بشكل لافت للانتباه وبدأت تثير قلقا من استفحالها السؤال هو ما السر وراء تزايد العمليات الإرهابية في المدينة بعد أشهر من تحريرها من قبضة ميليشيا الحوثي وصالح متى يمكن للحكومة أن تستعيد زمام المبادرة وتبدأ بتأسيس نظام أمني حازم يمنع انهيار الجانب الأمني ويساعد على استعادة الأمن والاستقرار وهي الحاجة المطلوبة والملحة في المدينة بعد أشهر من الفوضى التي تسببت بها الحروب الداخلية من قبل الحوثيين وأنصار غئيس سابق يجب الفصل بين الأوضاع في المناطق الجنوبية التي استعادتها الشرعية منذ أشهر وبين الأوضاع المشتعلة في المناطق الشمالية من البلاد في الوقت الحاضر فالجنوب توفرت له وسائل الأمان والاستقرار أكثر خاصة مع وجود قوات من التحالف العربي الذي تقوده السعودية ودولة الإمارات وعززت السودان القوات الموجودة في عدن بمئات من جنودها بهدف تثبيت الأمن أكثر وأكثر يبدو أن قيادة محافظة عدن بمختلف درجاتها لم تنجح في الامتحان الذي وجدت نفسها فيه نبدأ من موقع صحوانت والتطورات السياسية وزير خارجية ألمانيا يبدأ جولة خليجية لبحث أوضاع المنطقة ومنها اليمن ناقل الموقع عن الفريق الأحمر في حديثه لولد الشيخ السلام ليس موجودا في مواقف الإنقلابيين ركز الموقع على آخر إحصائيات للعمليات الإرهابية والاغتيالات التي شهدتها عدن خلال شهر فبراير يقول الموقع كشفت مصادر محلية في عدن عن سقوط 46 قتيلا و58 مصابا جراء تفجيرات إرهابية وحوادث اغتيال وهجمات مفخخة في المدينة خلال فبراير المنصرم أوضحت إحصائية أيضا أن 14 عملية أن 14 عملية لاغتيال في عدن بينهم ست محاولات فاشلة ونتج عن العمليات سقوط 20 قتيلا بين شخصيات عسكرية وأمنية واجتماعية ومدنيين وأطفال أضافت الإحصائية وشهدت عدن خلال الشهر نفسه هجومين بسيارتين مفخختين وثالثا انتحاريا نتج عنه مقتل 19 من الجنود وطفل وإصابة 58 آخرين هذا وقتل خمسة أشخاص بست هجمات استهدفت مقارا حكومية كما قتل اثنان نتيجة ثلاث حوادث انفجارات بعبوات ناسفة إحداها استهدفت سوقا يتابع الموقع وخلال الفترة نفسها تمكنت الإجهزاء الأمنية التابعة للسلطة المحلية والمقاومة من إحباط هجومين بسيارتين مفخختين ومن تفكيك ثلاث عبوات ناسفة ومن بين الحوادث شهد حي المنصورة أربع عمليات اغتيال ومحاولتين فاشلتين راح ضحياتها 15 قتيلا كما شهدت هجوما على بوابة ميناء الحاويات وحادثة اغتطاف لمسؤول عسكري ولنجله نقل موقع مصدر أونلاين عن سكان محليين في صعدة الحوثيون يقتحمون منزل رئيس حزب الإصلاح في صعدة ويحاولوه مقرا لهم عنوان الموقع أيضا عشرة مسلحين حوثيين على الأقل سقطوا قتلى وجرح في المعارك التي شهدتها كاريش في لحج البيضاء مقتل قيدي حوثي وسبعة من مرافقيه في كمين للمقاومة الشعبية في قيفة رداع تناول الموقع تصريحات قائد عسكري عن تورط إيران وحزب الله في اليمن جاء في التفاصيل كشف قائد عسكري كبير في الجيش الوطني اليمني عن امتلاك أدلة تؤكد تورط الحرس التوري الإيراني وحزب الله اللبناني في القتال مع ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع الصالح أكد العميد الركن منصور ثوابة قائد جبهة ميدي الذي عين لقيادة اللواء 82 مشاف تصريح للخليج أونلاين أكد العثور على خطط عسكرية مكتوبة وضعها خبراء إيرانيون ووجدها أفراد الجيش الوطني خلال عملية تحرير مواقع عسكرية في مدينة الميدي وحرض الحدودية مع السعودية إضافة إلى تحفظهم على أسرى من جنسيات مختلفة وأفراد من قوة الحرص الجمهوري التابع للمخلوع الصالح تلقوا تدريبا خاصا على أياد لبنانية وأخرى إيرانية نطالع من موقع يمن مونيتر أبرز العنوين والأخبار مبادرة لتجنب مؤسسات اليمن والبنى التحتية ويلات الحرب نقل الموقع عن قائد عسكري سعودي القول الكاميرات الحرارية ترصد الحوثيين المتسللين إلى حدود المملكة عنوان الموقع أيضا مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية الخالجي يستعرض خطة إغاثة لليمن نقرأ في تفاصيل خبر توجيهات رئيس الحكومة خالد بحاح بسرعة استكمال تجنيد الشباب وورد في التفاصيل وجه نائب الرئيس خالد بحاح رئيس الحكومة في استكمال ملفات الإسراع في استكمال ملفات تجنيد الشباب وإلغاء مفهوم الوساطة والمحسوبية في التجنيد وبالتخلص من الفوضى والعشوائية مشددا على رفع اليقظة الأمنية في محافظة عدن جاءت توجيهات بحاح خلال اجتماع حيث أكد على أهمية الإسراع في استكمال ملفات تجنيد الشباب بحيث تكون الأولوية لأمناء المحافظات نفسها داعيا إلى التخلص من الفوضى والعشوائية التي خلطت أوراق المؤسسة العسكرية والأمنية ختام الجولة من الصحافة اليمنية موقع التغيير نت حيث نقل عن وزير التعليم السابق الدكتور صالح باصرة القول ضعف وتسييس التعليم العام والجامعي جزء من المشكلة التي وصلت إليها بلادنا اليوم عنونا الموقع أيضا قبائل وشخصيات في صنعاء تبعث بالمزيد من رسائل التأييد للشرعية وتناول الموقع تفاصيل التطورات في البيضاء تمكن عناصر عناصر مقاومة الشعبية في محافظة البيضاء الواقعة إلى الجنوب الشرقي للعاصمة الصنعاء تمكنوا من التصدي لحملة عسكرية بميليشيا الحوثي وقوات المخلوع الصالح التي حاولت اقتحام قرية في مدرية القريشية بقيفة رداع محافظة البيضاء وسط اليمن تابع الموقع في التفاصيل ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد المنطقة معارك عنيفة بين الطرفين استخدمت فيها الميليشيا مختلف الأسلحة الثقيلة بما فيها الدبابات المدفعية الثقيلة وسقط فيها عشرات القتلى والجرحى من ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع قالت مصادر وسكان محلي إن مواجهة عنيفة تدور في قيفة رداع لليوم الخامس على التوالي رغم قلة إمكانيات المقاومة التي تقاتل بإمكانيات ذاتية مشاهدين الكرام قبل أن نستعرض ما لدينا من الصحف العربية الصادرة في أعدادها اليوم نذهب إلى فاصلا قصير فقوا معنا نعاود الترحيب بكم مشاهدين الكرام ونصحبكم الآن في جولة الصحفة العربية الصادرة في أعدادها اليوم البداية من صحيفة الاتحاد الإماراتية علقت في أحد عنوينها الحكومة اليمنية تعول على إعمار شامل في عدن تنقل الصحيفة عن وزير الأشغال العامة والطرق وحي أمان تنقل تأكيداته أن عملية إعادة الإعمار في عدن ستكون شاملة وكبيرة ولن تقتصر على ما دمرتها الحرب وإنما ستشمل أيضا بناء هياكل ومفاصل الدولة في جميع النواحي أشار إلى أن الفرق الفنية قامت خلال المرحلة الأولى بحصر 10428 مسكنا و25 مرفقا حكوميا تضرروا جراء الحرب التي شنها متمرد الحوثي والمخلوع صالح في مختلف المدريات وعن التكاليف المتوقع أن تصل إليها إعادة الإعمار قال الوزير بلغت تكلفة إعادة إعمار هذه المرحلة نحو 20 مليار ريال يمني أي ما يقارب 96 مليون دولار أضاف أن حجم الدمار الذي لاحق بعدا كبير ولهذا تم وضع خطة لعملية حصر الأضرار ويجري تمديدها حتى تشمل كل المناطق دون استثناء مشيرا إلى أن الانتقال إلى عملية الإعمار يتطلب توقفا للحرب من أجل إعداد الدراسات الفنية ولمعرفة حجم الاحتياجات ورصد التموينات صحيفة الحياة اللندنية تابعت مجريات المعارك على الأرض قالت تقهقر الحوثيين والتحالف يكثف غاراته أفادت مصادر المقاومة والجيش بأن مسلح الحوثيين وقوات علي صالح نفذ عملية فرار جماعي من منطقة المدفون في مدرية نهم باتجاه منطقة محلي إثر اجتداد المعارك في المنطقة واستهداف تحصيناتهم بقذائف مدفعية وغارات للتحالف عن المعارك التي تخوضها قوات الجيش والمقاومة في جبهات تاعز ولحج قالت مصادر للمقاومة إن عشرة حوثيين قتلوا في مناطق كارش شمال محافظة لحج في حين احتدمت المعارك في مدينة تاعز في أحياء ثعبات والجحملية ذكرت المصادر أيضا أن المسلحي المقاومة اخترقوا صفوف الحوثيين في منطقة عصيفرا في عملية أسفرت عن مقتل عدد من المتمردين وجرح آخرين في حين استهدفت غارات التحالف مواقعهم في معسكر الدفاع الجوي ومنطقة بئرباشة غرب مدينة تاعز شهدت المناطق الشرقية لمدينة تاعز مواجهات عنيفة مع المتمردين في أحياء ثعبات والجحملية وقال للحياة قال مصدر في المقاومة إن انفجارات عنيفة هزت واسطة المدينة وشنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع الحوثيين وقوات علي صالح في مطار تاعز بالحومان إلى صحيفة العرب الجديد علقت في أحد موضوعاتها مبادرة لتجنب مؤسسات اليمن والبنى التحتية ويلات الحرب قالت العرب الجديد أطلقت منظمات تجارية ومدنية يمنية مبادرة لتجنيب الاقتصاد الوطني ويلات الحرب والصراعات انتلاقا من أهمية الحفاظ على معيشة المواطن وتجنيب البلاد تدمير ما تبقى من بنى تحتية ومنشآت اقتصادية تضيف الصحيفة تبنى المبادرة المرصد الاقتصادي اليمني للدراسات والاستشارات ومنظمة مدنية واتحاد الغرف التجارية الصناعية اليمنية وغرفة تجارة صنع أكدت المبادرة التي حملت عنوانا لتحييد الاقتصاد اليمني عن الحرب والصراعات أهمية استمرار عمل المصرف المركزي اليمني وتعميم تجربة الرائدة في العمل بحيادية والتي أثبتت نجاحها وتقديم خدماتها للمجتمع ولكافة الأطراف المحلية بحيث تمتد التجربة لقطاعات النفط والغاز والكهرباء والمياه وخدمات الاتصالات تنقل الصحيفة عن رئيس المرصد الاقتصادي أن المبادرة تهدف إلى تقديم مقاربات واقعية لتكيف الاقتصاد اليمني مع متطلبات الاقتصاد للحرب والحفاظ على الحد الأدنى لاستدامة منظومة الانتاج الوطني خطر الإرهاب يهدد من؟ تحت هذا العنوان كتب سمير الزين مقالا في العرب الجديد عن استثمار الإرهابيين للتغطية الإعلامية للهجمات التي ينفذونها قال الكاتب لا شك أن الاهتمام المبالغ فيه بأخبار الإرهابيين وعملياتهم يصب عن قصد أو بدونه في المسعى الذي يهدف إليه الإرهابيون أنفسهم فهم من خلال عمليات الترويع التي يقومون بها يعملون على احتلال وسائل الإعلام التي تدق طوال الوقت جرس إنذار المخاطر وتعطي لهم حالة ضخمة لم يكونوا يحلمون بها وبنجاحهم في احتلال وسائل الإعلام فإنهم يسيطرون على خيال هذا الجمهور الخائف ما يزيد في خوفه في هذا السياق كتب باسكال بونيفاز الصحفي الفرنسي مقالا بعنوان مواجهة الإرهاب من دون تهويل أو تهوين تساءل فيه ألسنا نواجه خطر أن يؤدي تركيزنا المفرط على تهديد الإرهاب إلى تقوية الإرهابيين الذين سيعلنون النصر بالنظر إلى حجم ردود الفعل التي يثيرونها وقد يسمح لهم ذلك بتعزيز عمليات التجنيد التي يقومون بها وأن لا ندفع في ردود فعلنا تلك بعضهم وخصوصا من ضعفاء النفوس إلى محاولة تنفيذ عمل إرهابي من باب التقليد أو المحاكاة وألسنا نغذي بذلك جوا تطغى عليه مشاعر الخوف والقلق يؤثر على معنويات البلاد والنشاط الاقتصادي جراء العيش في خوف دائم من ضربات جديدة قد تحدث في أي لحظة أسئلة الصحفي الفرنسي عن طريقة التعامل الفرنسي مع الإرهاب محقة وإذا أخذنا أسئلته أبعد قليلا نسأل هل الإرهاب نبت شيطاني؟ في أي شروط جيوسياسية نبت وترعرى؟ وأي مناخات وتسهيلات ثقافية تم توفيرها له؟ ومن الذي وفرها؟ وأي قوة وسلطات سياسية دعمته بشكل مباشر أو غير مباشر؟ ولأي هدف تم دعمه؟ ليس من الصعب الإجابة عن هذه التساؤلات لكنها تحتاج إلى سياسة غربية أخرى غير التي تلاحق الإرهاب بوصفه نبتا شيطانيا منزوع السياق وتخوض حربا من الجو لا تغني ولا تسمن من جوع إلى صحيفة البيان والتي عنونت في أحد تقاريرها الاغتيالات والأرض المحروقة سياسة الحوثي وصالح في حديث للبيان أوضحت منظمة حقوق الإنسان في عدن التي أسست عام 2008 إنه تم رصد جرائم عدة في ظل حكم الرئيس المخلوع الصالح منها جرائم الاغتيالات التي كانت تقيد ضد مجهول بينما تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة لصالح أكدت المنظمة أنها استطاعت أن توثق في حرب الحوثي وعلي صالح الأخيرة ثلاثة آلاف وستمائة قتيل وواحد وعشرين ألف إصابة نهيك عن الأفراد المفقودين والذين لم يشملهم الإحصاء قال نائب رئيس المنظمة الحقوق الإنسان نصر العيسائي نرى أن مشروع المخلوع صالح والميليشيات الحوثية المتحالفة معه خارج مدحورا من محافظة عدن ولحج وأبيان إلى أنهما عدا من خلال أدوات أخرى وهي نشر الإرهاب في عمليات الاغتيالات أشار العيسائي إلى أن حالات الاغتيالات الأخيرة منذ السابع عشر من مايو عام 2015 تمت عبر فرق منظمة ومحترفة حيث سجلت المنظمة أكثر من 246 حالة اغتيال في عدن ولحج وأبيان وشهد شهر يناير عام 2016 وحده أكثر من 38 حالة اغتيال إلى صحيفة الخليج والتي عنونت بخصوص المنفذ الفاصل بين اليمن والسعودية مباحثات يمنية سعودية حول منفذ الوديعة قالت الصحيفة ناقش وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية اليمني منصور بكاش مع السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر الوضع الإنساني في منفذ الوديعة الحدودي والاحتياجات الخدمية للمنفذ ودعا بكاش إلى تقديم مزيد من التسهيلات لتخفيف معاناة المواطنين في المنفذ معربا عن أمل الحكومة اليمنية بأن يتم زيادة العاملين بالمنفذ وتكثيف الورديات لضمان تسهيل الإجراءات كما طالب إجراءات عبور طالب بإجراءات عبور اليمنيين الراغبين بالسفر إلى دول أخرى عبر الأراضي السعودية بينما أكد السفير السعودي سيتم طرح قضايا تسهيل إجراءات العبور واحتياجات المنفذ على الجهات السعودية المختصة الانتخابات الإيرانية بعض الأمل وإنما ليست تغيير تحت هذا العنوان كتبت الواشنطن بوست افتتاحية عن الانتخابات الأخيرة التي شهدتها إيران وقالت الصحيفة إذا كنت محللا للسياسة الخارجية في واشنطن ومن الذين أيدوا الاتفاق النووي مع إيران فإنك سترى أن الانتخابات التي أجراها ذلك البلد في الأسبوع قبل الماضي انتصار مدوي للإصلاحيين والذي يثبت حكمة انخراط الرئيس الأمريكي مع الجمهورية الإسلامية أما إذا كنت من المعارضين للاتفاق فسترى أن هذه الانتخابات عززت فقط موقف المحافظين والمتشددين هكذا هو حال غموض السياسة الإيرانية حتى أنه كان بالوسع استبعاد أي من هاتين الروايتين المتعارضتين تماما في عقاب صدور نتائج الانتخابات في الأسبوع قبل الماضي لكن ما يبدو واضحا نسبيا هو أن التصويت للبرلمان ومجلس الخبراء الذي يختار المرشد الأعلى الإيراني القادم أظهر مثل معظم الانتخابات الإيرانية أن جزءا كبيرا من الجمهور يدعم اتجاه تحرير النظام لكن من غير المرجح أيضا كما هو الحال في الماضي أن تعدث تلك المشاعر الشعبية أي تغييرا جوهريا في بنية النظام الإيراني في المستقبل القريب فيما يعود جزئيا إلى أن العديد من الأشخاص المنتخبين يتمتعون بقدر من التوجهات الإصلاحية أقل بكثير من المواطنين الذين صوتوا لهم بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة كشك الصحافة لليوم وإلى أن ألقاكم في حلقة جديدة أترككم في رعاية الله ومع مجموعة من رسوم الكاريكاتور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة